اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولتين دول المنطقة كلها تنهار الدولة دي هي مصر طبعا وقطر مش بتكره في حياتها قدل لتنين دول بالذات واللي زود التيم بلا بالنسبة لقطر ان مصر والسعودية الاتنين هم اقوى حلفاء في المنطقة وحرفيا من اوثق الحلفاء في العالم مش بس في المنطقة يعني اذا كنت فاكر ان تحالف امريكا وبريطانيا وثيق لدرجة استحالة فصلهم عن بعض سياسيا فالحكاية ما بين مصر والسعودية ربما تكون اشد تكاملا مصر والسعودية بينهم حدود مشتركة حرفيا بينهم مئات الكيلو مترات من حدود بحرية طويلة جدا واي اختلال لاي دولة فيهم التانية هتتأثر تأثير مدمر حرفيا وهدف قطر الاول والاخير هو تدمير الدولتين او على الاقل لكسر التحالف ما بينهم وده ان شاء الله مش هيحصل طبعا احنا متعودين ان سي ان كل يوم والتاني تنشر مقالات وتأرير بذيئة تشتم فيهم مصر والسعودية خصوصا وكأن يعني لو يوم فات من غير شتيمة في حد حيقولهم انتم مكتبتوش مقالة لكن النهاردة الوضع مختلف شوية سي ان ان بتشن هجوم علني على قطر طبعا مش مسدقين طيب خلينا نقرأ مع بعض تأرير نشرته شبكة سي ان ان يوم 24 اكتوبر عن اعتقال وتعذيب الشواز في قطر فحسب هيومان رايت سووتش الحكومة القطرية بتضطهد افراد مجتمع علمين في قطر اللي هم الشواز يعني واللي بيتعرضه للاعتقال وسوء المعاملة قبل كسر عالم اللي هيتلعب في قطر ده لو تلعب وحسب البيان اللي اصدرته هيومان رايت سووتش واللي كان نصه كالقاتي بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم تقوم قوات الامن القطرية بالاعتقال التعسفي للمثليات والمثليين ومزدوج الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وتعرضهم لسوء المعاملة لمجرد هويتهم ويبدو ان الحكومة القطرية واثقة من ان انتهاكات قوات الامن لن يتم الابلاغ عنها ولذلك تتم دون راديع وقالت هيومان رايت سووتش انها وثقت ست حالات ضرب مبرح ومتكرر وخمس حالات تحرش جنسي في حجز الشرطة القطرية ما بين سنة 2019 و2022 كان اخرها في شهر سبتمبر اللي فاد ده يعني العساكر والزباط القطريين بعد ما بيقبضوا على الشواز بيتحرشوا بيهم الله يكسفكم والله ما عارف اتحك ولا اعمل ايه يعني مش بتقبضوا عليهم علشان هم بيعملوا افعال مخلة ونز بالة بس ازاي يعني القطريين يدوني فرصة ان انا اعمل حلقة امدح فيهم ولو مجا واحد لازم يطينوها صحيح دي للكلب عمره ما يتعدل الشرطة القطرية بتقبض عليهم علشان هم يعملوا فيهم الافعال المخلة اللي هم ابضوا عليهم بسببها على فكه اه منكم انتو يا شرطة قطر يا ولا دل ولا لاش خلينا محترمين عز سامع واحد بيسألني بيقول لي هو انت زعلان يعني علشان اللي بيحصل للشواز ده في قطر يا عم انديلو ان هم بيتقبض عليهم ولا ايه لا يا عم والله اهم الزعلان ولا حاجة ومش مهتمة اصلا بمصير الاشكال اللي ما يعلم بيها اللي ربنا دي انا مش فكرتي هنا الموضوع ده ما بيفرقش معي لا في قطر ولا في اي مكان تاني في العالم لكن انا عايز استمتع بمقالات سي اني اني ضد قطر اللي يا ما نشر التقارير عن الحصار المزعوم وان قطر مظلومة وان مصر والسعودية بيحطوا السيق المحمي في مكان حساس لتميم خلينا يا عم نشمت فيهم شوية هم اللي عملوا فينا قليل شوف بقى يا غالي سي اني اني قالت ايه كمان بحسب تقرير هيومان رايت سواتش فان قوات الامن القطرية اعتقلت اشخاصا في الاماكن العامة بناء على تعبيرهم عن ميولهم فقط وفتشت هواتفهم بشكل غير قانوني ولو اي واحد من المتحولين جنسيا عايز يخرج من السجن لازم يخضع لبرنامج جلسات علاج التحويل التابع للحكومة القطرية برعاية مركز الرعاية الصحية السلوكية وقالت هيومان رايت سواتش انها اجرت مقابلات مع اربع سيدات متحولات جنسيا ومرأة ثنائية الجنس وراجل كمان مثل الجنس وصفوا ازاي تم احتجاز افراد من ادارة الامن الوقائي القطري ليهم في سجن تحت الارض في الضحة وازاي اتعرضوا للتحرش اللفظي والجسدي والضرب لموارزة كانوا بيتضربوا بكل انواع الضرب الممكنة اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش لحد ما ينزفوا من كل مكان في جسمهم وبما انهم مثليين فعندهم فتحات كتير في جسمهم واكيد نزفوا منها طبعا لما هيومان رايت سواتشو معاها سي ان ان ضخموا الموضوع قطر حست ان الكلاب اللي بتطلقهم على الدول المجوعة اتقلبوا عليها فجابت وراء لموارزة رحت رفعت السماعة بقى واتصلوا بسي وقال مسؤول قطري للشبكة الامريكية الاشهر في العالم ان مزاعم هيومان رايت سواتش بتحتوي على معلومات خاطئة بشكل قاطع ولا لابسة فيه ولو اتصلت بنا هيومان رايت سواتش احنا كنا قادرين ان احنا نضحض هذه المزاعم احنا نوريهم احنا بنعمل المسلين كويس ازاي الله عليك احنا ينيا كيوت يا ابو قلب خصايا دلوقتي بقت مزاعم طيب اش معنى لما هيومان رايت سواتش دي وسي ان ان نفسهم بيلفاوا قضايا وهمية لمصر والسعودية ليه مش بتطلعوا تقولوا مزاعم ده قناة الخنزيرة قصد الجزيرة بتعمل تغطية خاصة لتقارير هيومان رايت سواتش دي عن مصر والسعودية اش معنى قناة الجزيرة مش بتغطي تقارير هيومان رايت سواتش عن الشوازة في قطر واللي بتعمل فيهم شفت بقى بما انكم ولاد ستين هرمة شفت بقى مين فينا اللي عنده شرف ومين ما عندوش بس حنقول ايه دي للكلب وامره ما يتعدل ياريت حضراتكم تقولولي في التعليقات ايه رأيكم في تقارير هيومان رايت سواتش عن الشوازة في قطر والمتحولين جنسيا احب اسمع تحليلكم للقضية دي نبط لكم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة